بدايةً لما نتكلم عن منصات السوشيال ميديا ودورها في زيادة الوعي السياسي في المجتمع هل فعلاً المنصات دي أثبتت كفائتها وقدرتها على أنها تعمل حراك أو تقدر تزود الوعي السياسي في المجتمع؟ طبعاً في دراسات كتير تعملت في مختلف كليات الإعلام داخل مصر وخارجها لقيت بالفعل أن فيه طبعاً علاقة وطيدة وارتباطية ما بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الاستحقاقات الانتخابية والنيابية المختلفة ورفع الوعي السياسي المشاركة السياسية الثقافة السياسية عند الشباب فإحنا عندنا مواقع التواصل قادرة على أنها تخلق نوع زي ما حضرتك قلت منها الحراك وتشكل كمان اتجاهات الشباب ناحية المشاركة السياسية وتساعدهم يعني إحنا مؤخراً شايفين حملات شبابية كتير شعبية حتى بعيداً عن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي غسمية بيعملوا حملات لتشجيع شقريرهم من الشباب أن هم ينزلوا ويضلوا بأصواتهم وده حقق الدستوري ولازم تمرسوا كان عندنا كذا أكثر من تجربة حصل فيها ده يمكن أخرهم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020 كان التيك توك ضمن استراتيجية الحملة الخاصة بالمرشح بايدن أنزاك وبالفعل التيك توك جذب رغم الناس تقول ده تيك توك أكتر يستخدماته ترفيه الشبابي مثلاً أو ترفيه أكتر بالظبط لا ده ساعد الشباب اللي هم تحت سن الخمسة وعشرين اللي هم بدأ التصويت من 18 سنة أن هم يسجلوا في النظام الانتخابي الخاص بيهم ويكتبوا أسماءهم ويعرفوا لجانهم الانتخابية وجدوا كمان علاقة ما بين التيك توك وأنه هو بيساعد الشباب الصغير ده خاصة أن هم بداية 18 أن هم يعرفوا الأخبار السياسية وزود متابعاتهم الأخبار السياسية ده ما يدير مؤشرات أصلاً أن فيه عزوف من الشباب على استخدام المنصات القديمة يعني بقى فيه تطور حتى في استخدام المنصات نفسها منصات أولد سكول ومنصات جديدة طبعاً ده أكيد الشباب أكيد بينجذب للمنصات الحديثة لأنه هو تولد وجدها وكبر معاه وهي كبرت معاه في استخداماته وإشباعاته الفكرة كلها في أن الشباب الصغير ده ما بيقدرش يقعد قدام حتى احنا بندرس ده في حاجة اسمها الشورت أتنشن والشورت ريكول بقى عنده قصر انتباه ما يقدرش يقعد يتابع مثلاً برنامج لمدة ساعة لا هو لازم كل دقيقة يشوف فيديو جديد أو ينقل على الحاجة جديدة تيك توك خوارزمياته قادرة على كده قادرة أنها تقعد حضرتك لأنه بيشتغل بحاجة اسمها الكوش تيكنولوجي إزاي أنا وليكن حضرتك شفتي فيديو لصورة وعملتي له لايك مرة فيبدأ يحلل أن حيك بتحبي الحاجات اللي بتنشرها صورة أو الاهتمامات المشابهة لنفس المحتوي فتيجي أكتر بالزبط وتجذبه فهو ده اللي حصل أن في الانتخابات الأمريكية كان الحزب الديمقراطي فضل يستخدم تيك توك كتير لدرجة أن الشباب فعلاً بقى ينزل وبقى يصوت وعمل حملات كتير عادي ده بالنسبة دكتورة سرر التجربة الأمريكية لو جينا للتجربة المصرية والانتخابات الرئاسية 2024 إلى جانب أشارتي إليه وهو مهم جداً فكرة الوعي السياسي والوعي بالعملية الانتخابية والتصويت والإجراءات الخاصة بالانتخابات اشتركوا في القناة